السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبته الطالبات ولي اعدادي اهلا بكم في سلسلة حل المدارس والمحافظات اللي موجودة في ملحة كتاب المعاصر ملحة الامتحانات الفصل دراسي التاني الفين تاتة وعشرين والنهاردة معه النموذج الخامس محافظة الشرقية صفحة رقم اتنين وستين فابقوا معنا ونبدأ شباب بسؤال الديالوج لسامح سامح بيكلم مع تامر بخصوص حفلة سامح بيسأل بيقول لما جدتش الحفلة انبارح طبعا احنا لسه ما نعرفش السبب هنعرف من تحت بعد كده سامح بعدها يسأل سؤال ام تامر قال له ياس ايوان روحت للدكتور يبقى اذا السبب اللي خلاه ما يروحش ان هو كان عين يبقى نمبر ون تبقى I was ill أو because I was ill نمبر تو طبعا هيسأله سؤال لان الاجابة عندي بيس يبقى هل انت ذهبت لي الطبيب بما اننا عندنا الفعل الاساسي وانت في الباست السيمبل الماضي البسيط فلازم ابدأ بالمساعد ديد يبقى السؤال هيكون did you go to the doctor بعد كده سامح هيسأل سؤال الاجابة من تامر he gave me some medicine هو اعطاني بعض الادوية يبقى اذا السؤال ماذا اعطاك يبقى what did he give you طبعا خلي بالك ان ما عديد لازم احط الفعل الاساسي في المصدر طيب بعد كده سامح بيسأل will you go to school tomorrow هلأ هتروح لمدرسة بكرة هيقول له no I won't يعني لا مش اروح اللي خلاه نقول لا مش اروح لان تحت سامح قال له I hope you get well soon اتمنى انك يعني تتعافى في اسرع وقت يوم تامر ينهي الحوار معها ويقول له thank you خلصنا سؤالة المحدثة ويلا بينا على سؤالة تالت القطع it was mother's day يعني كان عيد الام my sister and I went to buy presents for our mother انا واختي روحنا نشتري هدايا دمامتنا I bought her dress and my sister bought her a pair of shoes انا اشتريت لها فستان واختي اشتريت لها زوج من الاحزير at home we made a party في البيت احنا اقمنا حفلة we invited our three cousins and many of our friends احنا داعينا تلاتة من ولاد عمنا والكثير من اصدقائنا the girls sang beautiful songs البنات غنوا اغاني جميلة we gave the presents to our mother who thanked us احنا عطينا الهدايا اللي موتنا اللي شكرتنا all the guests ate cakes and drank tea كل الضيوف اكلوا كيكس وشربوا شي my mother was happy because all people loved her ماما كانت سعيدة لان كل الناس حبوها at 10 pm الساعة 10 مساء our guests left our house ضيوفنا غادروا بيتنا they طبعا they عيدة على the guests لالضيوف they were very happy يعني هما كانوا سعادة جدا اول سؤال عندنا بيقول the underline pronoun they refers to زا نؤت طبعا لسا عالين دلواتي ان الضمير they بيشير الى guests يعني الضيوف number two the guests left the house نؤت الضيوف غادروا البيت امتا in the morning or in the afternoon in the evening or at 10 o'clock طبعا at 10 o'clock نؤتة التالتة the opposite يعني عكس the opposite of the underlined word beautiful is نؤت عكس كلمة beautiful surprising nice terrible friendly طبعا لقابة تبقى terrible يعني فضيع النقطة الرابع بيقول لي give a suitable title for this passage اعطي عنوان مناسب لهذا الموضوع هنا ممكن نقول mother's day النقطة التانية اوضد the writer by for his او her mother يطرق الكاتب اشترى ايه لمامته طبعا الكاتب نفسه اللي هو الضمير i اشترى لها address زي ما هو في القطعة يبقى اجابة هنا address النقطة السادسة what do you think about the writer ما رأيك في الرائتر طبعا هنقول he is very kind يعني هو عطوف جدا لانه طبعا هو بيحب مامته جدا واشترى لها هدية نخلش بالكدة على السؤال الرابع choose اول نقطة the red sea is famous for its colorful coral reefs شعب مورغانية were you in geese yesterday yes i was خلي بالكم they were really sad because they got some not news هما كانوا يعني كانوا في حزن لانه طلقوا اخبار ايه طبعا اخبار وحشة يبقى terrible news رقم اربعة it's not a for a little girl to walk alone at night البنت صغيرة لما تنجي بالشارع او لما تمشي يعني لوحديها بالليل ده حاجة طبعا خطرة عليها يبقى it's dangerous letter d السؤال الخامس او نقطة الخامسة حبيبة is a girl نقطة always gets high marks طبعا a girl اسم عاقل يبقى على طول هناخد who بمعنى الذي اولت الخاصة بالعاقل my family usually goes on holiday in aliexandria الاجازة holiday بتاخد on how is your room how wide how how heavy how often طبعا how wide يعني كم اتساح وقريتك because of the no we drove very slowly on the road بسبب ايه احنا سؤلنا ببط جدا على الطريق يبقى بسبب because of the fog بسبب الضباب رقم تسعة you must noat طبعا must عايز الفعل في المصدر يبقى study you must study hard to get high marks لازم تذكر بجدا عشان تصل على درجات عالية رقم عشرة noat is a hard material used for making cars ايه هي المادة الصلبة المستعملة لصناعة السيارات او اه طبعا ايجابة metal اللي هي المعدن بعد كده شاء السؤال الخامس نصحح الخطأ number one هبيبة has a beautiful house does she طبعا عندي هنا has لازم حط هنا بقى فعل مساعد يكون man fee مش مثبت لان الفعل هنا مثبت اجيبه هنا ايه man fee الكل طبعا هيقول لي hasn't اقوله لا طبعا لان هنا has ما هيش فعل مساعد ولكنها فعلة اساسي يبقى المفروض نقول doesn't she number two if i went to university i'll study science طبعا i'll دي حالة اولى i will يعني يبقى لازم الفعل هنا اللي بد if يكون present simple مضارع بسيط ب if i go رقم عندي زان مقارنة بين عيس نان بعد كده السؤال السادس والاخير بيقول لي اكتب 80 كلمة عن يعني يوم رائع هنا بتكتب بقى بتقول انت رحت مكان معين او قضيت يوم جميل مع اصحابك مع اقاربك مع اي حد شو بقى كده انت عملت ايه في هذا اليوم وليكن مثلا كان حفلة وزميلك واصدقائك جم ودولك هدايا وانت قدلت لهم كيكس ودرينكس يعني مشروبات وتقول طبعا قضينا وقت لطيف جدا طبعا كده انه كل خلصنا امتحان الشرقية الفيديو القادم باذن الله مع امتحان المنوفية thank you very much and goodbye